اهلا بكم وسهلا في حلقة جديدة من برنامج التساع دي كده تاني حلقة لنا في بداية عام عشرين اتنين يناير عشرين اتنين وعشرين بقول لكم ايه انا عايز نقعد نفكر مع بعض ان احنا لازم نقعد نقرأ تاريخ كويس جدا جدا اوي خالص ونقرأ من اكتر من منظور ونقرأ لأكتر من منحاز هتيجي تقول لي يعني ايه نقرأ لأكتر من منحاز مفيش حد فينا يا جماع كلنا احنا المجموعات البشرية اللي عايشة على كوكب الكرة الارضية ده مفيش حد ما عندوش انحياز يعني مفيش حد يقول لك ايه ده فلان محايد يعني ايه محايد مفيش حاجة اسمها حياد بالمناسبة في النفس البشرية او النفس الانسانية انت دائما تنحاز ده طبيعي يا رجل ده الكلوروفيل بينحاز لضوء الشمس مادة اليخضور اللون الاخضر اللي موجود في الزرعة ده بينحاز لضوء الشمس دايما عاوز ضوء شمس عشان خاطر يقدر يكون الغزاء ويكون الاكسوجين او يكون ساني اكسيد كربون الى اخيره عشان يعرف في غزي الجزور بتاعت النبات فانت عاوز البشري ما يبقاش منحاز ازاي دايما فين حيازات طيب يعني نقرأ لكل المنحازين ايما هتشوف اللي بينحاز يمين واللي بينحاز شمال واللي بينحاز شرقا وينحاز غربا المسألة حتى فيما يتعلق بالانحيازات الفكرية والانحيازات الطائفية اذا صح التعبير لانه التاريخ يكتبوا المنحاز فلان انتصر لكذا انتصر لحكم الحاكم الفلاني القائد الفلاني الخليفة العلاني الملك السلطان الامبراطور الامير الى اخره فكتب التاريخ انطلاقا من انحيازاته فلان انحاز للتفكير الكذا او لا القواعد الفكرية الكذا او للمبادئ الفكرية العلانية او انحاز للطائفة الترتانية زي ما تطلع بقى مسلمين يهود مساحيين زرادشت زي ما يطلع مش دي القصة لانه انحاز لهم فكريا او امن بهذا المعتقد او بهذه الافكار فكتب التاريخ بالطريقة دي طب انت عاوز تنقح التاريخ تعمل ايه لازم تقرأ كل الانحيازات بما تحمله من اختلافات وخلافات وتضاد وتناقضات هتجد مشتركات هذه المشتركات هي التنقيح بقى نقدر ناخدها ونقول ايوة دي السوابت اللي نقدر نبني عليها طب انا بقولك كده ليه يعني ليه بقولك تعالى نقرأ التاريخ ونقعد نشتغل على تنقيحه لان انا تصوري تصوري انه علشان احنا كناس بتشتغل في مهنة انا اظنها مهنة رائعة جدا اسمها الصحافة التلفزيونية علشان نقدر نشتغل على الملف بتاع تجديد الخطاب الديني لازم ننقح التاريخ لازم نرجع بقى للفتنة الكبرى ده على سبيل المثال ولازم نفهم تاريخ الدولة في الاسلام كان ماشي عمل ازاي هل الرسول عمل دولة ولا ما عملش وهل كان يريد ان ينشئ ويؤسس لدولة ولا كان الرسول بيعمل دعوة طب وهل الدولة كانت مع الخلافة الرشدة ولا بدأت مع خلافة او مع حكم بنو امية معاوية بن ابي سفيان والاسرة الاماوية اذا صح التعبير او العباسية فيما بعد ذلك وهكذا والانقسمات اللي حصلت مع ضعف الدولة العباسية لازم تقرأ ده كويس اوي علشان تقدر تفهم المنطلقات الفكرية بتاعت من انحاز الى فكرا رجعيا او الى فكر رجعي عشان الى حرف جر الى فكر رجعي او الى فكر متشدد او الى فكر عنيف او حد بينحاز لأفكار تقدمية جدا وتبقى الافكار دي ممتلئة بالهدوء ممتلئة بساعة الصدر بالرحابة التفكير الى اخيره فلازم تقعد تنقح ولازم تقف على منطلق ثابت ودي حاجة صعبة فانا دايما بظن ان احنا لازم ندي جرع التاريخ كبيرة ندي مساحات كبيرة جدا للتاريخ في البرامج وعلى الشاشات انا اشجع اوي اوي الحاجة اللي احنا اصبحنا بنسميها افلام وثائقية كنا زمان نسميها الفيلم التسجيلي ده على ايامي يعني وانا صغير وانا تأثرت جدا بالافلام اللي كان بيعلق عليها بعد ان يكتبها لو سالة صلاح حافظة الله يرحم وارب كاتبنا الكبير والعظيم واحد اعمدت روزا اليوسف العظيمة تسجيلية اللي بعد كده بقى بتتسمى الوثائقية انا من انصار انها تتسمى فيلم تسجيلي بالمناسبة